ازايكم احلى متابعين شكرا بجد على ثقاتكم فينا ويا رب نكون دايما على قدر طوقعتكم وثقاتكم النهاردة بنكمل باقي الانواع والمنتجات اللي بتقدمها الناحلة والفرخ بما ان الفرخ بيستخدم مواد طبيعية في صناعة الحلوة التحينية بيستخدم ايه؟ قلنا بيستخدم التحينة الصفية المصنوعة 100% من زيت السمسم طيب بما ان الحلوة بالروعة دي فما بالكم بالطحينة المستخدمة في صناعتها عشان كده كمان حلوة الفرخة بتوفر لكم الطحينة دي في برطمانات في برطمان كبير 800 جرام في برطمان صغير 400 جرام تقدروا برضو تطلبوها لو حابين تجربوها من المحلات وزي ما قلنا كل مرة لو ما فيش في المحل عرفنا بس عنوان المحل اللي جانب بيتك وانوانه وكمان اسم المحل وانوانه ورقم التليفون واحنا ان شاء الله هنعمل على توفرها طيب فيه كمان ايه غير التحينة؟ فيه كمان اختراع تاني اسمه حلوة شعر يعني اوه حلوة شعر متالي كلنا نعرفها بس طبعا الطعم هيبقى غير خالص يعني فحلوة الشعر عند الفرخ ممكن تاخد منها في علبة وممكن تاخدها في كيس حسب مزاجك خالص العلبة طبعا لو اخدها هدية لحد في كيس لو حابب في البيت كيس بتبقى ارخط شوية من العلبة ودي حاجة بترجعلك انت وحسب مزاجك فيه حاجة اخيرة بقى يا جماعة اسمها الزنود حلوة الزنود دي اللي هي حلوة درجة تانية اللي هو زي ما نقول كده اعر الحلة وده اللي باقي من الحلة بتاعتنا طيب الزند الواحد بيبقى اتنين كيلو ونص وفيه زند خمسة كيلو ودي تبقى اغلب الوقت للمحلات برضو بس تبقى فاهم يعني لو الزنود تبقى عارف ان هي درجة تانية غير خالص وش الحلة وغير السايبة اللي بكيلو اللي هي الدرجة الاولى يعني طيب فزي ما قلنا بس فين بعض الناس بتحب تشتري برضو يعني بيبقى مستهلك اخير بس بيحب يشتري بالجملة يحب ياخد الزند على بعض ويعد مع فترة ما بتتأثرش بالحرار زي ما قلنا فاتي حاجة ترجعلك انت بقى يعني وتفضيلك هنا تنتهي حلقتنا النهاردة زي كل مرة بفكرك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو انت مش مشترك معنا فعل الجرس جميع عشان يوصلك كل جديد وعلى الفيسبوك حابب تحطنا لايك حابب تتابعنا هناك ياريت تشرفنا جدا هسيب لك اللينك تحت في سندوق الوصف لو ليكو اي اسئلة ليكو اي تعليقات ياريت تشرفونا في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوبكو عليها اول باول حتى لو الاسئلة كتير ممكن نبقى نعمل لها فيديو خاص بيها واشكركم والى اللقاء